أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار ينضم إلينا من القاهرة خبير الشؤون الأفريقية في صحيفة الأهرام عطية عيسوي. أهلا بك أستاذ عطية. كيف تنظرون إلى مقررات قمة القادة الأمريكيين والأفارقة التي عقدت في واشنطن هذا الأسبوع؟ وشارك فيها أيضا الرئيس المصري إلى جانب 48 من القادة الأفارقة. القمة كانت جيدة إلى حد كبير. خاصة رصد الولايات المتحدة مبلغ 55 مليار دولار للاستثمار والمساعدات للدول الأفريقية خلال السنوات المقبلة. وهذا المبلغ أكبر من الآخر مبلغ رصدته الصين خلال القمة الإفريقية الصينية الأخيرة. على مدى ثلاث سنوات أيضا. وهو 40 مليار دولار. وهذا شيء جيد يدل مع أشياء أخرى على أن الولايات المتحدة جد جدا هذه المرة في تحسين علاقتها مع دول القارة الإفريقية. وعدم ترك الساحة خلية للصين والولايات المتحدة والروسيا الاتحادية للوصول أو للسيطرة على الأسواق الإفريقية والموارد الإفريقية المعدنية وغير المعدنية. وبالتالي تعتبر هذه القمة خطوة جيدة بشرط أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقال لا تتمسك الولايات المتحدة بشرطها القديمة التقليدية لكي يتم تقديم هذه المساعدات. هذه الشروط تتمسل في احترام حقوق الإنسان والقضاء على الفساد. وإقامة أنظمة حكم ديمقراطي. وإنهاء الحروب الأهلية والعرقية. وإقامة نظام السوق الحرة. يمكن صحيح تذكير الحكومات الإفريقية من وقت لآخر بأهمية هذه الشروط وأهمية استجابتها لها لكي تحصل على المساعدات. لكن أن أوقف المساعدات حتى يتم تنفيذها جهز الشروط أو بعضها سوف يترك الساحة خالية لدعم النفوذ الصيني والنفوذ الروسي في القرى الإفريقية. أكثر مما هو عليه. كيف تنظر الدول الإفريقية إلى تعهد الولايات المتحدة بجعل إفريقيا عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وفي مجموعة العشرين؟ عفوا لأن الصوت ينقطع ويعود أربعة لتسوأة مرة أخرى؟ لدخول الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجلس الأمن. وإفريقيا كعضو دائم أيضا في مجموعة العشرين. كيف ينظر إلى ذلك؟ يعني ما فهمت من الصوت المتقطع هو أن حضرتك تسأل عن ما يجب على الحكومات الإفريقية أن تفعله. يجب على الحكومات الإفريقية أن تستجيب لبعض هذه الشروط لكي تحصل على المساعدات بالفعل. وأن لا تخسر الولايات المتحدة واستثمارتها ومساعدتها. وأن لا تخسر أيضا الدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الغربية. وكذلك اليابان. وعليها أن تستجيب على الأقضل الشروط الأسهل. وهي احترام حقوق الإنسان. احترام حقوق الإنسان ونظام الحكم الديمقراطي. السؤال كان حول تعاهد أمريكا بإدخال الاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن ومجموعة العشرين. على كل ليس لدينا الكثير من الوقت. سؤالان أخيران وباختصار لو سمحت. كيف ينظر إلى دور الصين في الدول الأفريقية؟ وكيف ستكون إنعكاسات مقررات هذه القمة على النفوذ الصيني برأيك؟ أعتقد ما زال الصوت يتقطع. لكن أعتقد أن الحكومات الإفريقية إلى حد ما استراحت إلى ما تم الاتفاق عليه. وعليها دور يجب أن تفعله. وعلى الولايات المتحدة دور آخر. وأيضا عليها أن تغضب الصين حتى لا تخسر المساعدات التي تقدمها. وعليها أن تحسن أو تقتنص من كل طرف. الولايات المتحدة طرف والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا واليابان وغيرها والهند وتركيا وغيرها. عليها أن تقتنص من كل طرف المساعدة التي يمكن أن يقدمها للدول الإفريقية. ولكن عليها أن تستجيب لبعض الشروط الغربية. حتى لا ينقطع الدعم الغربي للقرة الإفريقية. وهي في أمس الحاجة إليه. هذا ما فهمتهم من السؤال. نعم. أرجو أن يكون توقفون صحيح على النصوذي ينقطع. وكان لدي سؤال آخر حول النظرة إلى دور فاغنر. ولكن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. نشكرك عطية عيسوي الخبير في الشؤون الإفريقية في صحيفة الأهرام من القاهرة.